نعم نعم للإصلاح نعم نعم للإصلاح هكذا هتف نواب تحالف سائرون من داخل مبنى البرلمان احتفاء بالتصويت المنقوص على فقرة الدوار الانتخابية بقانون الانتخابات وكأن إنجازا كبيرا قد تحقق تحالف سائرون التابع للتيار الصدري بزعمة مقتدى الصدر ونوابه الأربعون ووزرائه الآخرون يهتفون للإصلاح ويحتفلون في بلد نال مراتب متقدمة كأكثر دول العالم فسادا وفشلا خلال حكم أحزاب امتهنت للفساد وتهريب الأموال والعمل لأجل مصالحها والأجندات التي تسيرها يأتي ذلك بينما تتوالى التحذيرات من مغبة الإصرار على الدوار الانتخابية الصغيرة بقانون الانتخابات لأنها ستضاعف من استخدام الجاه العشائري والديني والمال السياسي الفاسد والتزوير ويؤكد خبراء أن اتفاق الكتل السياسية الكبيرة على الدوار الانتخابية الصغيرة يعني جعل البرلمان حكرا على الأحزاب الكبيرة المهيمنة على المشهد أحد بعد غير مصوت أحد غير مصوت تمت الموافقة على اعتماد الدوار الانتخابية لست عشر محافظة شكرا جزيلا وبحسب مختصين فإن بغداد ستقسم وفق الدوار الانتخابية الصغيرة إلى دوائر شمال الرصافة وجنوب الكرخ ووسط وأطراف بغداد بالاتفاق بين الأحزاب وهذه الدوائر تتحكم بها ثلاثة أحزاب متنفذة وستحصد ما لا يقل عن 45 مقعدا من مقاعد العاصمة وهما يفسر الإصرار على هذا القانون تحت لافتة الإصلاح الكاذب ما يعني أن الدورة الانتخابية المقبلة لا يرتجى منها أي تغيير في ظل الإصرار أيضا على استخدام البايومتر السابق ليكون بابا مشرعا للفساد والتزوير وإذا كانت أكبر كتلة نيابية ترى أن إنجازا قد حصل في التصويت على قانون انتخابات منقوص ومثير للجدل لانتخابات يشكك الكثيرون في إمكانية إجرائها فللمتابع أن يعرف مدى الترد الذي وصلت له العملية السياسية في العراق يهتفون للإصلاح ويحاربون في نفس الوقت من خرج للإصلاح بتظاهرات سلمية كانت سببا في إجبار أحزاب السلطة على قانون انتخابات جديد سرعان من قلبوا عليه ليتأكد خيار التشرينيين الأساس بأن لا إصلاح إلا بإزالة هؤلاء